اشهدت البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والكوميسا بالانتخابات الرئاسية التي جرت في بيئة ديمقراطية سليمة وتحت اشراف قضائي ومشاركة واسعة من الناخبين كما اكدت بعثة الجماع العربية ووكالات الانباء والمراقبون الدوليون ان الانتخابات الرئاسية كانت نموذجية من كافة جوانب التنظيم والاشراف القضائي الكامل ولم يتم رصد اي شكوى مؤثرة في العملية الانتخابية اشهادات دولية واقليمية واسعة بنزاهة وشفافية الاجواء التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية وسط المشاركة الواسعة لكل يطياف الشعب المصري في عمليات التصويت التي تعكس بالتأكيد وعي الشعب المصري باهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي الفين واربع وعشرين والمساهمة في صنع ورسم مستقبل الوطن فعلى مدار ثلاثة ايام التصويت في الاستحقاق لم ترصد اي منظمة دولية خرقا لقواعد وضوابط العملية الانتخابية بل توالت التصريحات والبيانات التي اشادت بالعملية الانتخابية ككل ومن بينها تأكيدات البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والكوميسا بأن الانتخابات الرئاسية جرت في بيئة ديمقراطية سليمة وتحت إشراف قضائي ومشاركة واسعة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في سهولة ويسر لتمنحها العلامة الكابلة في الانضباط بل وتطالب الدول الأخرى بالاقتداء بمصر المؤشرات طبعا تدل على نجاح هذه الانتخابات الإقبال الكبير مشاركة فئات كثيرة في هذه الانتخابات التسهيلات الممنوحة للناخب وأبرزت أيضا شهادة بعثة الجامعة العربية ويكالات الأنباء والمراقبين الدوليين أن الانتخابات الرئاسية كانت نموذجية من كافة جوانب التنظيم والإشراف القضائي الكامل ولم يتم رصد أي شكوى مؤثرة في العملية الانتخابية التي جرت في بيئة سليمة وجو ديمقراطي البعثات الدولية كالبرلمان العربي والسفارات الأجنبية واتلاف نزاهة الدولي للمراقبة على الانتخابات الرئاسية أشادوا جميعا بمدى نزاهة وشفافية عملية الاقتراع مثمنين التقدم الكبير الذي شهدته العملية الانتخابية في مصر بمشاركة واسعة وجهود ملموسة لتعزيز الشفافية والمصداقية في العملية الديمقراطية